موسيقى 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 كنشكركم على الاستضافة فعلا أنا هي طالبة اللي جاوبات على سؤال دي الرئيس ماكرون اللي جاء موسيقى المركز الاستشفائي اللي كان هنا في مخساي اللي تحت اللي يشرف عليه الأستاذ دي دي راوت أنا دونيا بالروق طالبة بسلك المسطر سنة تانية بمسطر علوم صحة هذا المسطر هذا الحمد لله هو لي باش يمكنني أن نجي للمرسي ونقوم باستاج ديالي هنا بالضبط في اللابوراتوار ديالي البرازيتولوجي ميكولوجي بالإضافة للأعمال اللي نقوم بها واللي مني جيت الهنائي المرسي وأنا كنقوم بها مع قدوم هذا المرض هذا هذا الفيروس قمت بمجموعة من البحوث اللي لقيت فيها باللي كان دراسات حول العالم دراسات ولو أنها قليلة لكنها دراسات قوية لأكدات باللي كان علاقة قوية أو علاقة مباشرة بين كنت نسميه إحنا الابتهابات الجلدية ومرض كورونا بخصوص العلاقة ديالي مع الأستاذ ديدي راوت هو المشرف أو المدير ديال استاج ديالي أو ديال عمل البحث ديالي أه الأستاذ ديدي راوت كيشرف أيضا على التقديم اللي كيقوموا به طلبة في كل ثلاثة أشهر المشرفة الوحيدة نحن استدل مغاربة كان مننا اللي قام بنفس بنفس المصار الدراسي اللي جاحته هو من كلية بنمسيك وكان اللي جا من كلية أخرى في المغرب هنا في مارسيليا الحمد لله كان شرف بالنسبة للبشرية بالنسبة للفرنسيين اللي كيعيشوا هنا في مدينة مارسيليا يفتخروا بالأستاذ ديالي راوت لكن بالنسبة لي كان شرف البشرية كلها أن الحمد لله تم يعني القينا لدواء فعال ما نقول شغل دواء لأن لأن الكلوروكين مع لازيتروميسين هو دواء يعني ولن ندواء الكلوروكين بحدها هو دواء يعني ماشي جديد أو تم ابتكاروا حديثاً أو لا هو دواء قديم لكن الحمد لله بفضل يعني الدراسات اللي كاتم يعني بطريقة يعني يومية بطريقة يعني الأمر كان ديما يعني حتى لو أن اليوم كان الكلوروكين راح ديما كان بوحود باش يمكننا لقاو الأفضل يعني الأمل ديما موجود الحمد لله موسيقى 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 اشتركوا في القناة